السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في الجهة الثانية وهو الديداكتيك اللغة العربية التسيك التدائي إذن عدنا هنا النسك المقتطف من حكاية بعنوان فضول سمكة اعتمدها أحد مدرسي السنة الأولى من التعليم التدائي في مكون الاستماع والتحدث نعم فضول سمكة عاشت سمكة صغيرة بنية مع أخواتها في قرية من قرى السمك في جدول صغير طبعا ينبع من الجنبات الصخرية لجبأ عظيم ويصب في الوادي وقد اتخذنا للسكن مكانا تحت سقف من الطحالب خلف صخرة وذات يوم فاجأت السمكة الصغيرة أخواتها قائلة إنني راحلة فقلنا لها في الصغراب أين تريدين الرحيل وهل تسجدين مكانا يطيب فيه العيش كموطين هذا مهمة لدينا هذا المختصف قالنا أن نطلق من هذا النص أصوغ هدفين تعلميين لبنية الحكاية إذن هدف الأول كتابة بنية الحكاية طبعا عندنا أن يتعرف المتعلم على مضمون الحكاية وهو الهدف الثاني أن يتعرف المتعلم على بنية الحكاية يعني البدايات تحول المشكلة الحل والنهاية سنرى الإجابة هنا ها هي الهدف أن يتعرف المتعلم على مضمون الحكاية من خلال سماعها وأن يتعرف المتعلم على بنية الحكاية من خلال سماعها حيث عدنا حصة بنية الحكاية بالنسبة طبعا للسؤال الموالي وهو اللي هنا قالوا لنا سيدي ديرنا أستحضروا أنشطة حصة بنية الحكاية وأنجماته إذن عدنا التهيئة والتسميع ثم المقطع الأول والمقطع الثاني بالنسبة للتهيئة من الحسنة تبقوا بها الجمال أختاروا الفضاء المناسب لتقديم الحكاية قد يكون القاسم قد يكون الساحة وأشرك المتعلمين والمتعلمات في تنظيمه أوضف خارطة الكلمة لاسترجاع عناصر الحكاية عناصر الحكاية في الحصة الصابقة العنوان فضول سماكة الشخصيات الزمان الأزمنة الأمكينة والأحداث إذن نضيف خارطة الكلمة هذا فيما يخص طبعا التهيئة ثم عدنا مرحلة أو العمل للتسميع يعني أسمع المتعلمين النص طبعا بإيقاعات معبرة مشخصة متقمصة للمعنى العام للحكاية هاي هنا طبعا أسمع الحكاية باحترام أسلوب السرد وعلامات الترقيم وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة وبتوظيف التعبير الجسدي وبتوظيف التعبير الجسدي من مرهد الشيء عدنا المقطع الأول إذن عدنا المقطع الأول يتحدث لنا عن البداية البداية وجه أسئلة تحديد المقطع الأول أين عاشت هي سمكة صغيرة بنية مع أخواتها لنحدي denbyて المقطع الأول وأين اتخذت السمكة الصغيرة وأخواتها السكن إذن عدما أوجد الأسئلة هل إجابة للتلاميذ يقول عاشت سمكة صغيرة بنية مع أخواتها في قرية من قرى السمك وبنسبة السؤال الثاني أين اتخذت السمكة الصغيرة وأخواتها السكان اتخذت للسكان مكانا تحت سقيفة من الطحالب خلف الشجرة اتخذت السمكة وأخواتها ثم المقطع الثاني هو التحول طبعا التاني هو التحول وأدعو المتعلمين الإجابة على الأسئلة التالية لتحديد المقطع الثاني أو العنصر التاني من بنية الحكاية اللي هو التحول بماذا فاجأت السمكة الصغيرة أخواتها وماذا ردت أخواتها ذات يوم فاجأت السمكة الصغيرة أخواتها قائلة إنني راحلة بالنسبة للسؤال الثاني ردت الأخوات في استغراب أين تريدين الرحيل هل ستجدين مكانا يذهب فيه العيش كموطينا هذا هذا طبعا بالنسبة المقطع الثاني نمر إلى الوضعية الثانية يقدم درس الإملاء في السنة الرابع من التعليم التدائي في حصتين تخصص الحصة الأولى لاستكشاف الظائرة وتخصص الحصة الثانية للتتبير وإنجاز تطبيقات نعم أقترح هنا أنشطة لتدبير التعلمات الخاصة برسم التاء في آخر كلمة مستحضرة العراسل التالية إذن وضع الانطلاق ثم أنشطة لاستكشاف الظاهرة الإملائية ثم الوسائل التعليمية وطبعا ثم الأنشطة التقويمية يعني تقام الوسائل التعليمية الملائمة لأنشطة التكشاف تنوي أشكال العمل عمل داخل مجموعة صغرى وعمل فردي وداخل المجموعة الكبيرة ثم أنشطة التقويم التكويني إذن لا بد من هذه العناصر هذه نحن بالنسبة للهدف أن يتعرف المتعلم على التاء المبسوطة في الأفعال والأسماء والحروف كذلك الوسائل التعليمية الناص الحامل والناص بورا الألواح وضعية الانطلاق سألت الأسادة المتعلمين والمتعلمات عن عالمات مغربيات حققنا إنجازات باهرات أجابت بنت أسماء بوجبار إحدى المغربية العالمات هذه هي وضعية الانطلاق هذه وضعية الانطلاق أقرأ النص كأستاذ ثم أطالب بعض المتعلمين بقراءته أدعو المتعلمين إلى استخراج كلمات بيهتاء مبسوطة يتم العمل هل إشارة إلى أشكال العمل يتم العمل في مجموعات صغرى طبعا تتكوى من أفراد كل مجموعة يستخرج المتعلمين الكلمات بيهتاء سألات المعتلمات عالمات مغربيات بنت أدعوهم إلى تصنيفها حسب هذه الجدول إذن أفعال بيهتاء مبسوطة ثم أسماء بيهتاء مبسوطة هذه سألت أجابت هنا يا المتعلمات عالمات مغربيات بنت نحن قمنا بملء طبعا الجدول بعدها طبعا ما نوع الكلمة سألت أجابت وما نوع التاء إذن هذا نوع الكلمة أفعال وما نوع التاء مبسوطة ما نوع الكلمات المتعلمات مغربيات عالمات وما نوع التاء طبعا هنا إذن هنا كلمات هذه جمع مؤنت طبعا هما جمع مؤنت ساليم جمع مؤنت ونوع التاء تاء مبسوطة طبعا ما نوع كلمة بنت بنت طبعا فهي اسم مفرد ما نوع التاء طبعا تاء مبسوطة وفي الأخير يتوصل المتعلمون إلى أن تكتب التاء المبسوطة في الأفعال ساعة ذات خارج طبعا وفي الأسم المفرد بحال بنت بيت صوت وكذلك في الجمع معلمات بنات صاهرات إجابات المتعلمين تعد تقويما ونشط تقويما أذكره مجموع الكلمات عالمة يعني عالمات صانعة صانعات أكتب التاء المربوطة أو المبسوطة في الكلمات معاملات تأمر مربوطة معاملات تأمر مبسوطة سبت سمعته سمعته فهنا التاء مربسوطة إذن هنا سؤال مهم قال لك في الحصة أثناء الحصة الثانية من درس الإملاء أخطأ متعلم في رسم التاء المبسوطة نعم هنا هايا فما رأيتم دجت تأمر مبسوطة فما رأيتم دجت تأمر مبسوطة خليك أحدد مصدر المحتملا من مصادر الخطأ قدر يكون عدم القدرة على التمييز بالإسم الفعل المتعلم لا يميز بالإسم الفعل عدم التحكم في مفهوم الفعل مجردا يعني بحلقة مثلا باتة أو مسندا إلى التاء المتحركة أو الساكينة سمعته علمته علمت نعم كيمية ما كيتحكش ثم عدنا كذلك عدم التمييز بين المفرد المؤنت والجل المؤنت عدم التمييز بين المفرد المؤنت والجل المؤنت من مورها طبعا إذن هنا قلنا أقترح نشاطا لمعالجة الخطأ المرتكب فمثلا عدنا هنا أخو ما وضحاش النشاط لمعالجة هذك الخطأ وهو عدم التحكم في مفهوم الفعل مجرد أو مسند أو المسند بالتاء المتحركة أو تأتنيت هنا أدعو المتعلمين إلى تصريف الفعل مثلا ساعدا في الماضي حسب الضمائر أنت بشعرف ساعدت تم مبسوطة أنا ساعدت أنت ساعدتي هي ساعدت ثم نغير النشاط لمعالجة هذك التمييز بين الفعل والإسم أقرأ ترسم البنت سمكة بات الطفل يئن من المرضي قامت الأم بشؤون البيت هذا جمل غرد الطائر في العشي غرد الطائر في العشي ندعوهم عندنا هنا إنسان حيوان جماد نبات ما تقوم به أو يقوم به قام به هنا جردو ذلك مثلا ترسمو عندنا في الفعل البنت فهي إنسان سمكة حيوان كذلك مثل بات ما يقوم به بات الطفل إنسان ماذا يفعل يئنو حتى هنا ما الذي قامت به البنت ترسمو ماذا فعلت الأم قامت بشؤون البيت إذن هنا حتى يتبين المتعلم أنه الفعل يدل على وقوع عمل في الماضي أو المضاهر يعني وقوع شيء عمل حدث نعم أتمنى أن تكون قليل صفدتم ماذا يحبون